السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيك في حلقة جديدة من فنيات التخاطب والحلقة النهاردة هكلمك فيها عن هدف بنشتغل مع اطفالنا داخل جلسة التخاطب ايه هو بقى تسكير وتانيس الافعال جاهز كراستك جاهز قلمك اكتب كده وراي طريق التدريب بالملاحظات اللي بقولك عليها خليك معي هدف تسكير وتانيس الافعال انا بشتغله مع ابني امتى بقى اما يكون ابني ده جايب مثلا جملة كده من ثلاث كلمات او اكتر مثلا تمام يكون كمان عنده حصيلة لغوية جيدة يكون عارف ولد وبنت علشان نما انا اجي اشتغل مع الهدف ده يكون مستوى ابني كده وفاهمني كمان يكون عارف مجموعة كبيرة جدا من الافعال عنده حصيلة لغوية قوية ان انا مهاجي اشتغل معاه على الافعال تسكير وتانيس لا هو اصلا مش عارف الفعل لا معلش يعني هو ازاي يجيب هدف زي ده فالهدف ده يزبكوا الاهداف اللي انا قلتها دي كلها انا ما بشتغل هدف زي ده مع ابني بيكون ابني كده بيجيب لي ايه جملة كده ولكن انا في البداية ممكن يعني ايه مركز قوي كده الجملة مزبوطة قوي ولا لا صحيحها لغويا قوي ولا لا فيقول لي مثلا ايه بنت بيشرب ميا حمادة ها بنت بيشرب فهو المفروض ايه يقول مثلا بنت بتشرب ميا فعلشان كده يهميني ان يكون في حصيلة لغوية قوية نبدأ بقى نبنى عليها بنعتبره ديكور كده للطفل والديكور ده ما يتعملش قبل ما يبقى المبنى قوي كده والمبنى جديد وكل حاجة فيه مرسومة بشكل كويس هدف بقى زي ده بيدخل كده تحت ابنوت كتيرة خالص عندنا في اللغة يعني مرة يقولك ايه لا ده دخله تحت بند الأفعال وحط بقى تحت الأفعال كده تسكير وتقنيس والجمع والماضي والمضارع والمستقبل حط اي حاجة كده خص الأفعال في بند كده اسمه ايه الأفعال مثلا واشتغل بقى عليه وفي حد تاني يقولك لا نتبع تسكير وتقنيس معلش يعني سبنا بقى كده اتعامل مع ايه ده تسكير وتقنيس صفات على الوان على أفعال انا ولا معدى ولا معدى أنا عايز بس كهدف تسكير وتقنيس الأفعال لوحده بس كده يعني مثلاً لما هتيجي تشتغل معايا تسكير وتقنيس الأفعال مع تسكير وتقنيس الصفات مثلاً الدنيا هتلاقيها بتقع معاك دخل المعلومة واحدة واحدة كده للطفل علشان تثبت ونقدر نبني عليها بعد كده أما بنيجي بقى نشتغل مع الطفل الهدف ده بندربه على أفعال كتير خالص طيب وبعدين الأفعال دي اللي تدربوا عليها اكتبها كده في كراسة أو اكتبها كده في فايل خاصة بالطفل ده يعني الطفل ده بيعرف يذكر ويقنس عشر أفعال وهم دول عشر أفعال عشان تعرف إيه الأفعال اللي بعد كده هتشتغلها وإيه الأفعال اللي هو خلصها وبتراجع عليها باستمرار لحد ما ابني يكتسب مهارة تذكير وتقنيس الأفعال وهو ده الهدف فعلاً من الفيديو ده أو من الفيديو ده والفيديو اللي بعده إن ابني كده حتى لو الفاعل بعد كده هو مش عارفه يقدر إيه يجيبه بوزنه كده يعني نما أقول له مثلاً يتشقلب على ولد والبنت دي فيعمل كده يقوله آه تتشقلب إحنا عايزين نعلم الطفل مثلاً المهارة وبعد كده بقى إيه هو يفهم المفهوم من المهارة ويبدأ يطبقها بعد كده زي أهدف كتير إحنا بندرسها لأطفالنا أو بنا على المهاله زي المفرد والجامع وزي المسنة وزي حاجات كتيرة ممكن ياخد الوزن بتاعها وبيمشي حاله بعد كده يعني أنا مهاجة اشتغل مع ابني الهدف ده هدف لوحده كده ويندرج منه هدفين هدف استقبالي وهدف تعبيري وهدفي النهاردة إن ابني يتعرف أو يشاور كده على تسكير وتأنيس الأفعال فنهمني إن الطفل يشاور كده أما أقول له مثلاً فين بياكل فيشاور كده فين بتاكل فيشاور كده بس أو يديني الكرت مثلاً أول بطاعة والهدف ده طبعاً بيسبق الهدف في المجال التعبيري يعني أنا ماشتغلش هدف في المجال التعبيري قبل ما ابني فعلاً يتقن الهدف في المجال الاستقبالي يفضل في البداية باشتغل من خلال البطاعة زي ما احنا شايفين كده بلاش فيديو في البداية لإن أنا يهمني إن الطفل يعرف المذكر من المؤنس في وجود الشيء التاني يعني أنا حط له المذكر وجنبه إيه المؤنس والمؤنس وجنبه المذكر بحيث إن ابني كده يفهم المذكر في وجود المؤنس والمؤنس في وجود المذكر طيب أنا بقى ما جي أشتغل هدف زي ده أشتغل على البنت الأول ولا أشتغل على الولد الأول أشتغل على مين الأول إن أنا أعلم الطفل أنا بفضل إن أنا أشتغل على البنت الأول ليه لإني أنا ما اشتغلت الفعل كنت بقوله إيه بينام بياكل بيشرب فده أوتوماتيك على الولد فده مش هيجزب انتباهه في حاجة في البداية لكن البنت أنا هدي له حاجة جديدة هقوله بيت نام حاجة وما سمحاش قبل كده فما هيقولها كده معايا هيلتفت سامعيا وهيلتفت بصريا معايا هتلفت انتباه الطفل كده فمثلا بقوله بص هنا كده ولد ياكل ولد بيعمل ايه ياكل ها بص هنا كده البنت هنا بتعمل ايه ها بتاكل بتاكل وبحاول بقى ايه اوضح له ان هي ايه بتاكل واتك كده على ايه صوت التاء مثلا وانا بتكلم علشان ان انا الفت انتباه الطفل اقوله بنت تاكل او بتاكل زي ما احنا مثلا بنقولها في اللهجة المصرية بتاكل وحاول ان انا اسأله اقوله بص هنا كده وبص هنا ها فين بنت بتاكل واانا هيستخدم كلمة بنت ولد كلمة مساعدة معايا خلال التدريب وبعد كده بشيلها بشكل تدريجي لان انا هدفي من هنا ان هو يعرف بتاكل وبياكل ففي البداية بقوله فين بنت بتاكل فهو يجيب دي كده أقول له برافو شاطر يلا ها بغير ما كان وضع الشي وأقول له بص هنا وبص كمان هنا فين بنت بتاكل فين فيبص كده ويشاور كده أو يديني البطاقة دي كده وطبعا باستمرار أنا بعززه وبساعده لحد ما ينجزي الهدف ده أجيب له بطاقة تانية وقول له بص هنا كده دي بنت بتاكل بنت بتاكل ده ولد بياكل ولد بياكله يلا فين بنت بتاكل فيديني البنت دي كده أغير الأماكن بالشكل ده كده وقول له بص هنا وبص هنا فين بنت بتاكل فين فيبص كده ويديني البطاقة دي كده بعد كده بقى أنا هقول له هشيل كلمة بنت وهقول له ايه بتاكل فين بتاكل دلوقتي بقى أنا هبدأ أسأل ابني على بتاكل بتاكل بس كده وبشيل كلمة بنت ككلمة ناكن انت بتأح chrono بساعدو بل فيت انتباهو بيها فاقول له بص هنا وبص كمان هنا فين بتاكل فين فيبص كده وياخد الكارتة كده اوري له بطاقة تانية وقول له بص هنا وبص كمان هنا فين بتاكل فين فيبص كده ويبص كده ويشاور على البنت كده خلاص بقى بيعرف البنت بعمل ايه بقى بيشتغل على الولد بعد ما ابني بلاقيه كده عارف بتاكل وبيشاور كده وبيختار على طول من غير أي مساعدة مني بشتغل بقى على بياكل ولهو أطقم فعلا بتاكل صح هلاقيه بيختار بياكل على طول من غير أي كمان مساعدة مني بقول له بص هنا وبص هنا شاور على بتاكل فيشاور كده أقول له طيب يلا شاور على بياكل بياكل وأنا بضغط كده على التا وبضغط على الياء كمساعدة مني فين؟ بياكل فيبص كده ويشاور كده بقوله فين بياكل فيشاور كده اقوله فين بتاكل فيشاور كده اجيب له طبعا بطاعات كتير خالص لبياكل ده ليه بقى علشان ابني يعمم المهارة ويعمم الفعل على اكتر من حد ما يحفظ بس شكلين بياكل وبتاكل وبقوله بص هنا بص كمان هنا فين بياكل فيشاور كده فين بتاكل فيشاور كده بص هنا وبص كمان هنا فين بتاكل فيشاور كده طيب فين بياكل فيشاور كده واللي أنا عملته على بياكل ده بعمله على أفعال كتير خالص حواليها مش بعمله بس على فعل واحدة على أفعال كتير خالص كل الأفعال اللي الطفل ده أنجزها بدهاله لحد ما ابني يتقن المهارة معايا بيتمرجح بتتمرجح بيشرب بتشرب ولكن طبعا أنا ببدأ بالأفعال السهلة اللي هو بيستخدمها ودرجة بالنسبة له خلال اليوم وفي البداية بكتب طبعا الأفعال اللي ابني أنجزها أو اللي هو تم تدريبه عليها علشان أرجع له عليها باستمرار وابني كده أتأكد أن هو فعلا إيه بينجز معايا الفعل وبينجز معايا الهدف داخل جلسة التخاطب وأما بدربه على أفعال كتير خالص في تسكيره تأنس الأفعال باجي بقى أقيمه في الآخر علشان خلاص أنجز الهدف ده وادخل مثلا على تدريبه في المجال التعبيري فبعمل إيه بقى؟ فباجي أسأله مثلا خمس أسئلة لو جاوب على أربعة من خمسة يبقى بالنسبة لي أنجز هدف تسكيره وتأنس الأفعال أو بسأله عشر أسئلة لو جاب على تمانية أو تسعة من عشرة مثلا برضو بالنسبة لي كده أنجز الهدف ده وبشتغل بقى معايا الهدف في المجال التعبيري ومنساش طبعا أن أنا وانا شغال معاك كده بغير كده في صياغ الأسئلة فين ها تشاور الديني خد صيغ كتيرة خالص بحيث أن ابني ما يتعودش على صيغة واحدة بس للسؤال وكمان المساعدات اللي أنا قدمتها لابني بسحبها بعد كده يعني إيه؟ يعني ما قدش على طول أقوله فين؟ بياكل ما عملش كده خلاص أنا ابني خلاص أنجز الهدف لا أنا بعمل إيه؟ فين بياكل لأن الفكرة أنه هو يمارس اللغة كده زي ما أنا ما بتكلم أنا ما باجي الكلام ما بقولش بياكل لا طبعا لكن أنا بعمل كده علشان ينتبه ليا بشكل أفضل ولكن المساعدة دي أنا بشيلها بعد كده وبشتغل معاه عادي خلاص أقوله في الآخر يلا فين بيشرب؟ فهو يشاور فين بياكل؟ فهو بيشاور فين بتنام؟ فهو بيشاور وهكذا علشان ابني يحقق الهدف باستقلالية وده هدفي أصلا من التخاطب أنه يتكلم ويكتسب المهارة باستقلالية بدون أي مساعدة مني أو من غيري بكده أكون خلصت حلقة النهاردة ولنا لقاء إن شاء الله في حلقة جديدة من فنيات التخاطب ولو عندك أي استفسار يخص مجال التخاطب أو يخص موضوع الحلقة سيب لي تعليق تحت الفيديو كده وهرد عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر